الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذا الدرس طبعا الجديد والذي يتعلق لنا طبعا بمكون التربية المدنية إذن المرجع كما ترون هو المفيد في الاجتماعيات طبعا نعم قلنا المفيد في الاجتماعيات الدرس الثاني والذي يتعلق لنا أشارك في وضع ميثاق القسم بناء على تجرباته إذن أول حاجة أهداف تعلماتي أستحضر تجرباتي المكتسبة وأقيمها مع جماعة القسم طبعا ثم نستفيد من نتائج تقييم التجربة لنضع ميثاق قسمنا برؤية متجددة نتفق على نموذج الإخلاج الميثاق ثم نوقعه ونشهره طبعا هذه الأهداف أمهد لتعلماتي سبق لنا في السنة الماضية أن تعرفنا على ميثاق قسم بعض مراحل إعداده وشاركنا جميعا في اقتراح بعض قواعده فما الذي استفدناه من تلك التجربة وهل يمكننا تقييمها ووضع ميطاق لهذه السنة بأفكار طبعا جديدة تساعدنا على التحصيل الدراسي الجيد والتفاهم والعيش المشترك نعم نبدأ بأول نشاط التي قلنا أستحضر تجربتي المكتسبة وأقيمها مع جمع القسم إذن نلاحظ أبنائي هنا قلنا أسترجع ما تعلمته عن ميثاق القسم ومراحله إذن ما معنى ميثاق القسم؟ ما معنى ميثاق القسم؟ طبعا هنا لدينا تعريف الميثاق التزام جماعي يتضمن بشك واضح وبسيط القواعد التي تحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات المتعلمين والمتعلمات وسير العملية التعليمية داخل فضاء القسم هذا هو طبعا التعريف إذن الميثاق التزام جماعي تقول لي فيه الإجبار إذن منذ أنك التزمت فأنت مرجبر بأن طبعا تخدع للقواعد وأن تستفيد من الحقوق وقيام بالواجبات والمسؤوليات طبعا داخل فضاء القسم هذا هو مراحل إنجاز ميثاق هنا لدينا مراحل إنجاز ميثاق لدينا المرحلة الأولى كيف ننجزه؟ يتوزع متعلم ومتعلمات القسم إلى مجموعات صغيرة لإنجاز المهام التالية أول حاجة نناقش الوطاق الخاصة بإنجاز ميثاق ونقترح قواعد التي تهموا حقوق إذن القواعد التي تهموا حقوق وواجبات متعلمية والعلاقات فيما بينهم وتصرفاتهم داخل الفصل إذن هذه هي طبعا نقترح قواعد التي تتعلقنا بالحقوق والواجبات والعلاقات بينهم وتصرفاتهم داخل فضاء القسم بالنسبة لمرحلة الثانية نستعرض المقترحات ونناقشها ونسجل ما تم الاتفاق عليه في صبور القسم إذن بعد استعراض مقترحات ومناقشتها نسجل ما تم الاتفاق عليه في صبور القسم مرحلة الثالثة نحره في أوراق منفصلة ثم نكتب متاق قسم على ورق مقوى وبخط واضح نعم والمرحلة الآخرة يوقع جميع المتعلمين ومتعلمات عن المثاق ويلتزمون بتطبيقه إذن أهم حاجة هو التزام بتطبيقه طبعا وتفعيله هنا قالوا لنا أستعين بأنمي معجمي وأستنتج تعريفا لمتع القسم ها أنمي معجمي قالوا لنا ما معنى العيس المشترك أنه انسجام والتعاون بين أفراد أفراد لتحقيق المصاريح مشتركة إذن انسجام والتعاون بين أفراد لتحقيق المصاريح مشترك إذن ما معنى المتاق فقلنا المتاق هو التزام هو التزام طبعا جماعي تضمن تضمن بشكل واضح وبسيط قواعد التي تحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات المتعلمين وطبعا والتعاون فيما بينهم من أجل العيش المشترك إذن قلنا المتاق هو التزام جماعي تضمن بشكل واضح ماذا وبسيط القواعد التي تحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات المتعلمين ومتعلمات لتسير العملية التعليمية داخل قصة طبعا بشكل يسير هنا أبدي رأيي في أذكر المراحل التي اعتمدناها لإنجاز المتاق هاي قلناها قبيلة هاي المراحل المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية المرحلة الرابعة إذن لا دعية لإعادة هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة هاي لما يقرأ نرى أبدي رأيي في الميطاق كالتزام جماعي بين المتعلمين لتنظيم العمل في القسم والتحصيل الدراسي طبعا فالميطاق رأيي في هذا رأيي أن الميطاق طبعا هو التزام جماعي بين المتعلمين طبعا لتنظيم العمل في القسم والتحصيل الدراسي الجيد إذن للحصول على تحصيل جيد أو لا جودة عالية ينبغي طبعا الالتزام والتطبيق الميطاق فطبعا نعم هنا رأيي فهذا هو أن المتغفى إلى الانتزام جماعي بين المتعلمين لتنظيم العمل في الغسم والتحصيل الدراسي هنا أعطونا هذه مهمة نقيم تجربتنا المكتسبة حول مدى قسمنا إذن تجربة المكتسبة القواعد التي تمنعها لوضع مدى القسم قواعد عن السنة الماضية مثلا تهم كل المتعلم عدم الغش تثبيت العلاقات بين النظام التعاون المشاركة المحافظة على النظافة والعيش المشاركة هنا هذه علاقة بينما التعاون المشاركة الطبعا来 عش المشاركة وتجسد النظافة والمحافظة على النظافات المحظة هنا هذو هما القواعد التي اعتمدناها في السنة الماضية إذن قالوا لنا أسمي القواعد التي اعتمدناها لوضع ميتاق нутة القسم الش моей هيا قلناها هذه القواعد ينكبرها هذه عدم الغشي التعاون المشاركة والمحافظة على النظافة Happen مشترك منظرها. اذا قالوا ان هنا ابدي رأيي في المجالات التي اقترحناها للمتاق. هل تعد من اولوياتنا كمتعلمين? فعلا فهي تعد من اولوياتنا كمتعلمين. نعم. وهل هي شاملة? طبعا هي ليست شاملة. لا تغطي طبعا كل المجالات. او طبعا فهي ليست شاملة ولا تغطي جميع جوانب المتاق. اذا انطلاق متجربتنا السابقة. اعبروا عن رأيي فيما اذا كان هذا المتاق في حاجة التطوير. ام لا? نعم هذا المتاق في حاجة الى تطوير الى تغيير الى تجديد. نعم. طبعا. نعم فهو يحتاج الى تطوير. هنا قالونا نستفيد من نتائج تقييم التجربة لنضع متاق قسمنا برؤية متجددة. هنا نموظف تجربتنا السابقة ونبدع باقتراح افكار وقواعد جديدة. اذا ميطاق القسم برؤية جديدة. لاحظوا الاولى الانضباط في القسم. نعم كبروها. الانضباط في القسم. نعم كجسدنا في الجلوس في المقعد الخاص. يعني لا اغير مقعدي. طبعا الا باذن الاستاذ. نعم. وضع الادوات ندرسي فوق الطاولة. واحدار الكتب. هذا يعبر الانضباط. والدخول في الوقت. اذا الجلوس في مقعد الخاص. هذا يعبر الانضباط القسم. موضع الادوات ندرسية فوق الطاولة. احضاره الكتب. فهذا يتعلق بالانضباط. ثم عدنا العمل والسلوك داخل القسم. ما ينبغي ان يكون داخل القسم. الانتباه عند بداية الحصة. انجاز التمارين. عدم تشويش على التلاميذ. ثم العلاقات مع الاخرين. طبعا احترام الاساتذة والاستاذات والمتعلمين والتعلمات. طبعا. والتفاهم معهم. وعدم الانتقاص منهم او السخرية من اراء ذلك. المحافظة على الممتلكات كتجلة في وسائل التعليمية. طبعا. التي نستفيد منها. طبعا. وكذلك عدم الكتابة على الجدران. عدم تكسير نوافيد او الكراسي وغير ذلك. المحافظة على البيئة. الحرص على نظافة القسم ومحيط من دراسها. اذا وضع النفايات او الاوراق في مكانها المخاصة في سلط مهملات. هذه طبعا المسائل التعليمية. سنرى بعض اسئلة. استعين معلومة الواردة في الخطاطة. اسمي عناصر القواعد التي اقترحنا من واحد سالة لتطوير متى قسمنا وفق رؤية جديدة. اذا هم وقلنا الانضباط في القسم. العمل هو السلوك داخل القسم. اذا قلنا العناصر القواعد قلناها هي. احتل محافظة البيئة. العقوبات المادية والتربوية. استعين بالوثيقة السا واقدم وانطلاقا من الوثيقة خمسة امثلة لما ينبغي ان نلتزم به او لا نفعله داخل القسم. والعقوبات التي يمكن ان نتعرض لها. طبعا. سنرى الوثيقة السهية هذه. اذا كنت تعبرنا على نتافق على نموذج لاخراج المتاق ثم نوقعه ونشره. اذا الانضباط داخل في القسم. عندنا اقفوا بانضباط وهدوء في الصف. اجلسوا في المقعد الخاص بي. احضروا كل كتوبي. هذا ما لا افعله لا اغير مقعدي الا باذن استادتي. نعم هنا بالنسبة لعمل داخل القسم. عندنا هنا الصخرية من التلاميذ. هنا ما لا افعله الصخرية من التلاميذ. ولكن ما التزم به هو. سنرى في السعن بهذا. التزم طبعا. الصمت. اشارك بفعالية. انجز ما يطلب مني من تمارين. اذا التزم الصمت. اه طبعا. هنا كينما لا افعل الصخرية من التلاميذ. وهنا يا الانصات لاجابات المتعلمين. واحترام آرائه. اذا ادخل احترام آرائه. طبعا. اه اه عقوبة المادية. قلنا عقوبة المادية وتروح هي عقوبة مادية تقرير لجل القسم. بالنسبة لها هي عقوبات اه تربوية. ستكون عقوبات التربوية هنا السلوك داخل القسم رجعوا لهذا السعين بهذه السلوك ألقي التحية عند الدخول أحترم قواعد تعبير عن رائع الإنصة الآخرين أتجنب الترتارة هذا داخل القسم أتجنب الترتارة أحترم قواعد تعبير ألقي التحية وما لا أفعله لا أدخل القسم إذا حضرت متأخير قبل أن أستأذن يعني أن أطلب الإن بالدخول عندما أحضر متأخيرا لا أصخر من أجود متعليمين ولا أستاذ بهم لا أحمل معي اللعب والمواد الغدائية هذا السلوك طبعا قلنا هنا ثم أعدنا العلاقات مع الآخرين علاقات مع الآخرين احترام الأستاذة احترام طبعا المتعليمين عدم استخرين منهم عدم الانتقاص منهم ها هي طبعا علاقات أحترم أستاذي متعليمية إذا هنا كل العلاقات والاحترام وهنا عدم ممارسة العنف وعدم السخرية منهم المحافظة على الممتلكات ما أتزويه الحفاظ على الممتلكات طبعا وضعها في أماكنها ثم ما لا أفعله هو عدم ضياع الممتلكات وغير ذلك سأرى هنا أحافظ على الوسائل التعلمية والجهيزات طبعا محافظة على الوسائل التعلمية أحافظ على الكتب وقصة خزانة لا أكتب على الطاولة الجدران ولا أمضيق الصور الجدرية ولا أكسر الزجاج النوافذ ولا ألطيق الصبورة بالصفاء هذا ما لا أفعله عن الممتلكات نعم بالنسبة للمحافظة على النظافة أضعوا النفايات في سلة المهمات أساهموا في حمد النظافة نعم رجعوا إلى هنا إذن المحافظة على النظافة أضعوا النفايات والأوراق في مكانها الخاصة للمهمات طبعا ما لا أفعله عدم مرمي الأوراق طبعا في الساحة وداخل القسم إذن العقوبات غالبة ما تكون عقوبات كلها طبعا تربوية واللي يقررها هو لجنة القسم إذن العقوبات المادية والتربوية فهي عقوبات مادية تربوية طبعا تقررها لجنة القسم هنا نقرأ ميتاق قسمنا الوثيقة السائل اللي شاركنا في إعداده وإخراجه ثم يوقع الأستاذ وتوقع الأستاذة وتوقع أيضا لجنة القسم نيابة عن جميع المتعلمين في القسم نقوم بإشهار ميتاق قسمنا طبعا كيف ذلك بتتبيته في مكان مناسب ومرئي من طرف طبعا جميع المتعلمين على أحد جدران القسم نعم وهذا معنى إشهار الميتاق توقيعه من طرف جميع المتعلمين أو لجنة القسم والإعلان عنه بتتبيته في مكان مرئي على أحد جدران القسم والحرص على تبيق ما جاء به فيه والاحتكام إليه عند الضرورة نعم أقوم متعلماتي أحدث انطلاقا ميتاق قسمنا أهم قواعد التي ينبغي التزام بها لتوفير الظروف أفضل لتعلمنا أذكر أمثلة لبعض السلوكات أو تصرفات التي لا يحترم فيها ميتاق القسم وأبين كيف ستكون النتائج أعبر عن رأيي حول الميتاق القسم هل ينمي حس المسؤولية والسلوك مثلا لدى المتعلمات اشتركوا في القناة